اهلا بكم. دعنا نحضر ما بعد النهاردة لحمة بالخلة والتوم. ايوة لحمة بالخلة والتوم. طعمها حيلو. مختلفة عن اي لحمة كالتوها تانية. بسيطة وسهلة. مكوناتها بسيطة جدا مش معقدة. وفي الاخر بتطلع لحمة دايبة جدا بطعم يجنن مش نقصة كده غير سوية ترز بالشعرية. وهي دايبة جدا جدا حرفيا. انا بس مالفاهم. لو المرة تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او اشترك في القناة. وفعل علامة الجرس عشان يوصلكوا اشعر بكل فيديوهات الجديدة. وما تنسوش لايك وشير اللي اصف لو اعجابتكم. ويلا بينا نبدأ اوصل. اول حاجة في طوصة تكون سخنة جدا. هنزل بشرائح اللحمة بتاعتي. انا مستخدمة لحمة موزة. تقدروا تستخدمه اي نوع الكندوز ينفع. حتى لو ضاني تقدروا تعملوا بنفس الطريقة دي. اي نوع لحمة تقدروا تعملها كده. انا مستخدمها تقريبا كيلو لربع من اللحمة. الطوصة بتاعتي سخنة جدا ما احطتش فيها اي دهون. نزلت بس باللحمة بتاعتي. لحد ما اللحمة تبدأ تاخد لون كده هبدأ اقلب على لوش التاني. مش اكتر من جده والنار بتاعتي عالية. هرش رشة بقى من الفلفل الاسود تقريبا مع علاقة صغيرة. رشة كمان من البهارات. بهارات المشكلة اللي هي السبع بهارات. هرش منهم رشة. وابسط احاجة في الوصفة دي انها سهلة. مش محتاجة اي تواب المعقدة واي حاجة معقدة. يعني احنا حطنا ملح وبهارات. ومش اكتر من كده. حبت ورق لورة. وكمان هحط بقى مكون انا بحبه جدا مع اللحمة وهو القرنفل. انا نزامكمش بحب القرنفل ده خالص بس اكتشفت انه بيخلي صعم الاكل حلو جدا. قطي كم عود كده من القرنفل. وبس هغطي بقى على اللحمة دي. واسبها تنزل للمياة العصرة اللي فيها وتشربها. يعني لحد ما تشرب اخر نقطة مياة فيها. على النار عالية ما بغطيش النار. بس خلي بالك عشان ما تحرقش منك. اول ما اللحمة كده تاخد لون وتبقى وشربة المياة اللي نزلت منها وبقت بالمنظر ده بالزبط. بصوا انا عايز اللون ده بالزبط. شايفين اعمل ازاي تحسي ان اللحمة كده كلها اتشمعت من بره وخدت لون بني شوية. هضيف بقى مياة تكون بتغلي. مياة بتغلي ما هنضفش خالص مياة تكون بردة. مياة بتغلي. ومش بحط مياة كتير. انا يدوبك بغطي اللحمة بتاعتي بالمياة. انا مش بسلق اللحمة. مش بطلع مينها شربة. لأ انا عايزة بس المياة دي تسوي اللحمة. تشرب لحد ما اللحمة تشرب كل المياة دي وتستوي. يعني ما بغرقهاش مياة يخلي بالكم الخطوة دي مهمة جدا. انا مش بسلق اللحمة. وبغطي عليها بقى وبسيبها على نار المتوسطة لحد ما تستوي. شربت المياة اللي فيها تقريبا تسبت فيها كباية او نص كباية مش اكتر من جده. لحمة بتاعتي خلاص استوت وتأكدت انها استوت يعني اللي هو بقلها سيكة. لان احنا عند الخلال فرضو مش بنقعدها كتير هعمل ايه بقى? دلوقتي هيطلع اللحمة بتاعتي دي في صانية في بايركس اي حاجة تكون بتخش الفرن. هرس اللحمة بتاعتي. وبعدين هاخد الشربة دي وهصفيها كويس جدا بقى من القرنفل ومن وراء اللورة ومن اي حاجة فيها شوائم. فحلة تانية هضيف معلقة كبيرة من السمنة. تحط ده تضيفه زبدة تضيفه زيت. وهضيف عليهم معلقة كبيرة من التوم المفروم. التوم معلقة كبيرة وحلو عايزين تحطوا اكتر من كده كمان يا الوصفة دي كلها توم كده. بس بشوحوا اللي هو آآ كايني بعمل الطاشة بتاعة الفتة بالزبط. مش عايزي اخد لون يا دوبك بس تشويح كده اول ما ببتدي شم ريحة التوم بقت قوية. هنزل آآ بنص كباية من الخل. الخل الابيض بتاعنا. هدي تقليبة كمان. وبعدين هنزل بنص بالكباية الشربة اللي طلعت معي من اللحمة. بعد ما صفتها كويس هنزل بيها على الخل والتوم. وبعدين هضيف طماطمتين كبار يكونوا متقطعين مكعبات. مكعبات صغننة. هضيف بقى ملح لان الحد دلوقتي ما ضفناش ملحة خالص للحمة. هضيف معلقة صغيرة من الملح. رشة كده من الفلفل الاسود. قريدي اللحمة بتاعتنا هنحط فيها فلفل اسود والشربة كمان فيها فلفل اسود اللي احنا ضفنوها. فمن كترش فلفل اسود وشان تبقاش حرق. وطبعا مع الطماطم هضيف نصط معلقة صغيرة من السكر. بس هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض. واول ما يقلوا اول غلوة. مش بس بها تغلي على النار بس اللي هو ايه تبقى سخنة تبقى دافية. اول غلوة ليها هروح طافية النار وشايدها. اللحمة بتاعتي هي راستها في البايركس او زي ما قلتلكم في صانية. وهنزل بقى بصوص الطماطم بالخل والطوم اللي احنا عملناه. هوزع عليها كويس جدا. والفرن بتاعي يكون متسخن على اعلى درجة حرارة على امتين وستين. ويكون متسخن قبلها بشوية. وبعدين بدخل اللحمة بتاعتي. لحد ما اللحمة تاخد لون. والطماطم كده تحسوا انها استوت ودبلت كده. مش اكتر من كده. انا قريدي اللحمة بتاعتي مستوية. بصوا شكلها هعمل ازاي? مش قادر اوصف لكم راحتها عاملة ازاي. بصوا الناس اللي بتحب الفتة اوي بتحب الحاجات اللي بتخليه والطومة هتعجبها جدا للوصفة دي. اللحمة كده حلوة جدا ودايبة جدا جدا. نصيحتي ليكم اول التسوية النهار تبقى عالية لحد ما اللحمة تاخد لون. عشان ده بيخلي اللحمة بتاعتنا طرية من جوه ما تبقاش مفتلة. الموزة حلوة جدا في الوصفة دي. بس دروا برضو تستخدموا اي نوع لحمة انتوا عايزينه. اي تاني ما تملحوش اللحمة في الاول. الملح بيبطأ سوى اللحمة. فهنملحها في الاخر. اه لو اللحمة بتاعتكم مش عايز تستوي بسرعة وحطوها على النارز وفطلها مية ومش بتستوي. حطوها اه رشة كده من السكر دي هتصرع سوى اللحمة جدا. كده جديت يا الله يا رحمة هي اللي علمتني كده. لما اللحمة بتاعتك تكون مش عايز تستوي رشة من السكر هتصرع سوى اللحمة جدا. الخل كمان بيصرع سوى اللحمة يعني. لو يا ملح يا معلقة من الخل. بصوا اللحمة دايبة ج ازاي? وراحتها تجنن. الوصفة دي حلوة جدا جدا. يعني هي معرفش انا يعني انا عادت اعمل ايه كده لحد ما طلعت معي كده. وعملتها اكتر من مرة. وطعمها حلو جدا. وانا من الناس اصلا اللي قولت دي التومي وجاعلي بطني. بس التوم عشان استوى كويس. استوى مرة على النار. واستوى بعد كده في الفرن. فكانت حلوة جدا. والتوم وجاعش بات حسن انا باكل فتة من غير مصائب واضرار الفتة. بس مع شوية رز بقى الشعرية وهتاكلي احلى لحمة كالتيعة في حياتك. اتمنى الوصف تكون عجبتكو. اتمنى الجرمة تقولي رأيكم فيها ايه. سوش تكتبوا لي كومنت على رأيكم في الوصفة او انا او عن اي وصفات عايزيني اعملها لكم. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديدة. اشتركوا في القناة